تغلب منتخبنا الوطني للشباب على نادي تضامن شبوى بهدفين لهدف وحيد في المباراة التجربية الثانية التي جمعته مع عصر أمس الثلاثاء على ملعب مأرب الرياضي ضمن المعسكر الداخلي في محافظة مأرب الذي يقيمه المنتخب باستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبهى السعودية خلال الفترة من 20 يوليو وحتى الخامس من أغسطس القادم وجاء هدف المنتخب عبر اللعب عمار القباطي بينما سجل هدف التضامن عبد الغني بحيدر وعمل الجهاز الفني على تقسيم لعبي المنتخب إلى مجموعتين حيث شاركت المجموعة الأولى في المباراة الماضية بينما المجموعة الأخرى خاضت المباراة التجربية الثانية أمس الثلاثاء بهدف منح الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات إمكانياتهم وإدخالهم في أجواء المباراة التنافسية ويتضمن برنامج الجهاز الفني في الشهر الثاني للمعسكر قامت مباراة تجربية ذات مستوى تصاعدي حيث يجري التنسيق لمباراة تجربية أقوى فنيا في الأيام المقبلة بهدف الوصول باللاعبين لجاهزية أفضل قبل خوض الاستحقاقات القادمة المتمثلة ببطولة كأس العرب في أبهى وتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا في لاوس هذا وكانت قرعة بطولة كأس العرب للشباب سحبت في الدمام خلال أيام القليلة الماضية وأوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات والأردن ومنتخبنا اليمن كثالث منتخبات المجموعة وينص نظام البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مع أفضل منتخبين يحتل للمركز الثاني في المجموعات الست ويبقى السؤال الأهم لدى الكابتن محمد النفعي مدرب المنتخب الوطني للشباب هل سيكتفي بالمعسكر الداخلي والمباريات التجربية مع الأندية المحلية أم سيكون هناك معسكر خارجي ولعب مباريات تجربية مع منتخبات أخرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة